موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدين الكرام لنقل نظر على المؤشرات الأسواق العربية والخليجية والعالمية وكذلك أسواق النفط والعملات والمعادن موسيقى نفتتح مشاهدين الكرام هذا الأسبوع باستعراض سريع للمؤشرات التي بدأت قبل قليل في أبوظبي تذفذب مائل الانخفاض بحوالي أقل من النقطة العادية المؤشر عند 4920 نقطة وقد ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي خلال الأسبوع الماضي بنحو 18% بدعم من ارتفاع قطعي العقارات والاتصالات بتزامن مع بدء إعلان النتائج المالية الفصلية للشركات وكان قطاع الخدمات الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 6.9% بدعم من سهم أبوظبي للفنادق المرتفع بـ 14.3% وصعد قطاع العقارات بـ 4.8% بمكاسب سهم الدار العقارية بـ 6.6% ترجمة نانسي قنقر وشهد سوق أبوظبي المالي خلال شهر أكتوبر تراجعاً متأثراً بهبوط قطاعات العقارات والطاقة والبنوك مسجلاً التراجع الثانية شهرياً على التوالي المزيد في العرض التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر شهد سوق دبي المالي ترجمة نانسي قنقر خلال شهر أكتوبر الماضي من قبل المستثمرين المحليين والأجانب وما كبدى خسائر كبيرة المزيد عن أداء برصة دبي خلال شهر أكتوبر في العرض التالي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة 70 مليون دينار بارتفاع قدره 23.7% كما ارتفعت احجام التداول الاسبوعية بتسعة واربعين فاصل واحد من عشر في المائة لتبلغ نحو 366 مليون سهم اشتركوا في القناة وعلى صعيد اداء البورصة الكويتية بشهر اكتوبر انهت المؤشرات الثلاثة متراجعة بشكل جماعي مقارنة باقفالاتها في شهر سبتمبر من العام الجاري المزيد في العرض التالي اشتركوا في القناة 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 لتصل إلى تريليون وثمانمائة واثنين وثمانين مليار ريال وسجل أربعة عشر قطعا خلال الشهر تراجعا بصدارة قطاع الرعاية الصحية بخمسة وستة عشر في المائة تلاه المرافق العامة بخمسة وأربعة عشر في المائة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حقق رأس مال البورصة المصرية ربحا بنحو أربعة عشر مليار جنيه خلال تعملات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى سبعمائة وخمسين مليارا وتسعمائة وستة وعشرين مليون جنيه ذلك بنسبة ارتفاع بلغت واحدا وتسعة عشر في المائة عن الأسبوع السابق حيث ربح المؤشر العام اي جي اكس تيرتي بواحد وتسعة عشر في المائة كما ارتفع مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس سيفينتي باثنين فاصل سبعة من عشر في المائة اشتركوا في القناة خيم التراجع على مؤشرات بورصة مصر خلال اكتوبر 2018 وسط تأثيرات سلبية لأزمة الأسواق الناشئة وخرار الحكومة بتأجيل برنامج الطروحات اشتركوا في القناة 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 مع روسيا منذ ان اندلعت في ليبيا حرب اهلية في بداية هذا العقد هذا العقد وقلل المرشد العام الايراني من اهمية اعادة فرض العقوبات الامريكية على بلاده بما في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا في القناة اشتركوا في القناة شكرا في القناة اشتركوا في القناة من قناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الصادق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة